يعني انت غيرتلي اتجاه الحلقة خالص هروح معاك للمحمد صلاح انت كنت رايح نتضبط عن النجم الساحلي ايه بالزبط اترافات قولي النجم الساحلي فقولي عشان اوقع عشان نخلص بالأول وكاد ارجع لما نجمينا محمد صلاح انا قولي معاك الحلقة خالص ودي الورق اهو عشان ما تقولش انها بص ورق لا انا معاك للصبح فانا بقى اعدلك النهاردة مش انت دخلت علي دخل لا انا معاك للصبح والله واحنا بدنا نتفرج عالتقرير شاف الهدف الهدف ده بتاع مباراة النجم الساحلي ممكن تجبولي هدف اللي كابتن واقل جابه اللي هعلامي اللي كان في التقرير ده في اخر ثانية اه نتفضل نعرضه بعد شوية وكابتن واقل واقل بيتفرج قاللي على فكرة بصراحة الهدف ده كان اوف سايد اوف سايد انا بحييك على شجعت الله يخليك تكسب بالتحكيم ولا ايه لا يا عمي لاش قس ما كانش فيه فوار بقى عارف الكرة عايز اقولك على حاجة شادي انت الكرة دي يعني الحاكم خلاص بيحط الصفارة في مو عشان هيصفر ده حقيق منتها المباراة لما ردت ردت لابراهيم سعيد ابراهيم سعيد موقف عشا عافلة ووقفها وتعملت نقلة واحدة كان صفر هيتلعبت مرة واحدة تمام فانا كنت طالع يعني عارف الفرق بسيط بصراحة مش كتير في الزحمة طريق السايد لسه هيلعب بقى وفكر ان الده لا يعني حاجة ستقومت ايه لعبة في الجنة على طول فانا عارف السادف عالمي الصراحة هو حلو اوه بس انا عرفت بعدين ان اوفصت اتفرجت عليه اه عشان انت كنت بتنيل للتحكيم مش بللت في التحكيم ولا حد قال لك اوال دي كانت اوفصت بأمان ده لا انا عارف انها كانت اوفصت قسامة مش صعبة يعني لما بتتعاد مرة واتنين فانا عارف الهدف جاهز معنا جماعة طيب هنجهزه ونقولك يعني خليني اقولك انا بقول كده دايما للامانة الكرة القدم مرتبطة لو ما فيش اخطاء مش توقفها حالوة الكرة اللي كل حاجة صحة وكل حاجة كل حاجة صحة مفروض من المدرب ومن اللعيبة والامور الخططية لكن الحكم بشرة بياخد قرار طبعا مع الفار الطبيعي اللي يحصل تطور عدد الاخطاء تقل لكن بتشوف في العالم كله اخطاء طبيعي طبيعي لان خد بالك فيه ناس مش حاسة بحاجة معينة خد بالك رغم ان فيه فار ممكن يحصل اخطاء ليه لان مش كل حكم زي التاني مش كل حكم امكانياته زي التاني زي اللعيب انت النهاردة بتقول ايه اللعيب ده افضل من اللعيب ده امكانيات اللعيب ده احسن من اللعيب ده نفس الحكاية في الحكم فنيات الحكم ده غير فنيات الحكم ده فانت النهاردة ممكن يكون فيه اختلاف في القراءة ده بعيد عن اللي انت شايفه يعني ممكن حتى الفار يبين ان دي مثلا مش ضرب الجزاء ويقول لك ضرب الجزاء فنيات الحكم بتاع الفار بيقول وممكن فنيات الاتنين اقل من الكرة اللي حصل عليها مشكلة فبيحسب الكرار هل هو قصد لا مش قصد خلينا صرحة لا اهو مش قصد مين قال انه هو قصد لكن هي فنيات هي امكانيات الحكم بيبقى عنده امكانيات زي وزي اللعيد زي وزي المدرب فطبيعا ان انت تلاقي اخطاء بتقل اه بتقل كويس ان الفار موجود عشان تقل لان نسبة الاخطاء قلت كتير جدا يعني لما تيجي تقول ان فيه اخطاء بتحصل في الدورة مع وجود الفار هتلاقي عشرة في المية ان اول من غير الفار لا تلاقيها ستين في المية فتلاقي نسبة كبيرة جدا عالية طب ايه اللي اثبت ان الفار ده صح ان قرارات كتيرة الحكم بيحسبها داخل الملعب الفار بيغيرها صح ولا انا غلطانا اذا لو انت من غير فار يبقى الاخطاء كتها تزيد ودي امكانيات حكم دي حقيقة ايه اللي بيفر حكم دولي عن حكم طبعا مش عايز اشكك في زمة الحكم انا من نوعية اللي محبش تشكك في زمة الحكم بصراحة لكن اقولك ايه امكانياته ابتدت معايا كلامك عن فكرة الدوري الانجليزي وسرعته قداء ولما نتكلم عن الدوري الانجليزي لازم نتكلم اكيد عن نجمينها محمد صلاح طبعا هدف عالمي كالعادة احترفت برا مصر ولعيبة كويسة ولا مائي ففيه لعيبة كتيرة احترفت برا مصر لكن تحس انها ماكملتش ليه ماكملتش هو دماغه مش واخد على كده مش واخد على صلاح ما تأكلمش فارجع بسرعة رغم ان هو لعيب كويس لكن محمد صلاح لا سكافته اتغيرت سلوبه اتغيرت تعامل الطريقة كل حاجة اتغيرت فهو بقى محمد صلاح من هنا خد بالك محمد صلاح حتى في تصريح عليك ايه انا بحيب اخد الكوة روحك جول هو حابب هو عارف هو تعود خلاص مش اللي هو بقى لا لسه وهيرجع لا هو كرة جيله معظم الحاجات اللي بتجيله بيحب يروع الجول عايز يجيب جول فهو بيجيب جول طب قص الجول انت عم بارك يعني بدلا اقول لك الحاجة اول